اشتركوا في القناة الخطوة الثانية اللي هي إنشاء النماذج مع تقرير الفاتورة وطبعا هذه الخطوة راح تتكون من إنشاء نموذج للفاتورة ومكونات هذا النموذج هو من جدول رأس الفاتورة مع جدول أطراف الفاتورة باعتبار أنه هذه الجدولين مربوطين مع بعض إضافة أزرار التنقل بين الفواتير في نموذج الفاتورة إنشاء تقرير الفاتورة وطبعا هذا التقرير راح يتكون من جدول رأس الفاتورة أيضا وجدول أطراف الفاتورة باعتبار أن الجدولين مربوطين مع بعض إنشاء حقل التسلسل التلقائي في تقرير الفاتورة عمل الفواتير المفردة وإضافة زر طباعة الفاتورة في نموذج الفاتورة رح ننشئ كل هذه الخطوات إن شاء الله في هذه المحاضرة نبدأ على بركة الله جيد رح أغلق الكل والخطوة الأولى رح ننشئ فورم الفاتورة رح ننشئ الفورم من إنشاء وطبعا معالج النماذج رح أجي إلى رأس الفاتورة وطبعا رح أدرج كل المكونات وإضا رح أدرج أطراف الفاتورة طبعا رح أدرج كل المكونات أيضا ومن ثم التالي ثم طبعا أنتبه أنه رأس الفاتورة هو الرأس التالي وطبعا التالي وإنهاء بهذه الطريقة طبعا أنت ضرب ما يكون لي الفورم ممتاز الآن هنا أصبح عدي فورم يحتوي على الرأس طبعا الرأس اللي هو التفاصيل الفاتورة والأطراف اللي هي بها المحتويات أو الأصناف اللي تم بيعها رح أرتب هذه الفاتورة طبعا من click Amen تنسيق الفاتورة رح أحذف العنوان وطبعا رح أخلي التفاصيل بهذه الطريقة جيد طبعا هذا الفورم بشكل ذاتي رح يتم حفظه باسم رأس الفاتورة قبل كل شي رح نتعلم كيفية عكس اتجاه الفورم أو اتجاه البرنامج طبعا من ملف خيارات وطبعا نجي إلى إعدادات العميل وطبعا هنا الاتجاه الافتراضي إذا لقيناه من اليسار إلى اليمين رح نفعل من اليمين إلى اليسار حتى يكون اتجاه الفورم والجداول من اليمين إلى اليسار جيد جدا الآن طبعا هنا رقم الفاتورة ما رح نحتاجه بإمكاننا أنه نحذفه مننا بإمكاننا أنه نخفيه بعدين لاحقا جيد طبعا رح أحفظ حفظ جيد الآن رح نعرض هذا النموذج طبعا هذا النموذج بهذه الطريقة رح نضيف فاتورة جديدة وطبعا رح نختار هنا رقم الفاتورة مثلا واحد واسم العميل طبعا عدنا مجموعة عملاء اشتروا من عدنا مثلا عدنا عميل باسم سجاد طبعا في حال لو جانا عميل جديد طبعا في البداية لابد أنه نضيف معلومات العميل بهذا الجدول مثلا عميل اسمه محمد ماجد هيثم مثلا وطبعا رح ندخل رقم الهاتف ضروري جدا حفظ واغلاق طبعا نتأكد نشوف هنا عدنا ماجد ماكو لأن لابد أنه نجري عملية رفرش طبعا هذه هي الرفرش من تحديث نضغط على تحديث ونجي هنا إلى ماجد هيثم رح يضاف تاريخ الفاتورة طبعا رح يتم اختيار التاريخ اللي هو مثلا تاريخ اليوم جيد طبعا نجي إلى اسم الصنف طبعا هنا بالنسبة للصنف رح يتم اختيار الصنف من خلال الأصناف طبعا رح نتعلم هالشي بشكل أوتوماتيك إن شاء الله بالمحاضرات القادمة حاليا رح نكتب بشكل يدوي مثلا شاشة سامسونج اللي هي 45 طبعا سعرها مثلا نتأكد من سعر الشاشة من الأصناف طبعا سعرها 540 ألف ورح يكون طبعا هنانا 540 فقط هو رح يكمل عدنا البقية طبعا رح نكمل تفاصيل وعم بإمكاننا إنه هنا المعرف يكون بهذا المقدار اسم الصنف يكون بهذا المقدار طبعا نختصر هنانا الكمية والمبلغ الكلي مثلا هنا الكمية 2 بعنا شاشة إذا لاحظوا أن المبلغ الكلي رح يظهر بشكل أوتوماتيك باعتبار أنه النوع محسوب إذا نجي هنا مثلا ثلاجة 6 قدم مثلا نتأكد من سعرها ثلاجة 6 قدم اللي هي 350 نكتب هنانا 350 مثلا بيعنا 1 السعر رح يكون بشكل مباشر طبعا عندي هنا على هذا الخيار إذا أضغط عليه رح يحفظ لي أو بإمكاني هنا أنه أحفظ هنا أحفظ طبعا رح ننشئ إحنا أزرار ولكن هنا هذا الجزء رح يطيني سجل فارغ رقم الفاتورة 2 اسم العميل مثلا سجاد كامل رقم الفاتورة اليوم وهكذا طبعا نجي هنا نختار اسم الصنف مثلا ثلاجة 6 قدم السعر مثل ما قلنا 350 أو ممكن شان 250 350 350 الثلاجة جيد الكمية 8 هذه اللي هي الفاتورة 2 طبعا بإمكاننا أنه نخفي هذا الجزء من خلال إخفاء الحقول يعني ما نحتاجه وطبعا أيضا رح نحفظ إذا لاحظ أنه بالأطراف إذا نجي على جدول الأطراف رح يتم تخزين بهذا الجدول الأجهزة مع أرقام الفواتير وإذا نجي للرئيس رح يتخزن بهذا الجدول الأمور الخاصة بالرئيس جيد جدا الآن رح نغلق الكل إغلاق الكل بهذه الطريقة الخطوة الأولى هي أنشئنا الفورم الخاص بالفاتورة واللي هو طبعا اسمه رئيس الفاتورة ممتاز الخطوة التالية رح نضيف أزرار هذه الأزرار للتحكم بالفواتير طبعا أيضا بإمكاننا هنا من تصميم بإمكاننا نضيف background بإمكاننا نضيف شعار ونضيف عنوان لهذه الفاتورة مثلا رح أسميها فاتورة شراء بهذه الطريقة وطبعا أقدر أضيف الشعار وأضيف أمور أخرى مثل ما تعلمنا بالمحاضرات السابقة إحنا اختصارا للوقت ما رح ننسق هواي لهذا البرنامج فقط رح نتعلم الآلية البرمجية وطبعا التنسيق أنتوا بإمكانكم تنسقوه وطبعا التنسيق رح يكون عليكم جيد الآن رح نضيف الأزرار من إدراج زر رح نضيف هذا الزر بهذه المنطقة طبعا تنقل بين السجلات وراح نختار هنانا السجل التالي وإنهاء رح نضيف زر آخر بهذه الطريقة تنقل بين السجلات السجل السابق وإنهاء جيد طبعا هذني الأزرار لأتنقل بين السجلات جيد رح نضيف زر جديد هذا الزر رح يكون بفاتورة جديدة رح نسمي طبعا عمليات السجلات إضافة سجل جديد وراح نختار فاتورة جديدة التالي طبعا هذا الزر فاته هو من خلاله نضيف فاتورة جديدة رح نجي نحفظ وطبعا رح نعرض طبعا عدنا هنا الأماكن عدنا بيها مشكلة طبعا نكليك أيمن ونرجع إلى التصميم رح نحدد هذه الأجزاء ومن ترتيب ارتساء ورح نختار أعلى اليسار حتى يكوننا بنفس مكانهم حفظ أيمن طريقة عرض النموذج طبعا إذا نلاحظ هنانا رح يتحكم بالسجلات وهنا طبعا عدنا فاتورة جديدة بإمكاننا نضيف فاتورة جديدة جيد نرجع إلى طريقة عرض التصميم طبعا رح نحفظ ورح نغلف الكل رح ننشئ الآن التقرير الخاص بالفاتورة طبعا إنشاء ونجي إلى التقارير معالج التقارير رح نختار رأس الفاتورة الكل ونجي إلى أطراف الفاتورة أيضا رح نختار الكل التالي التالي والتالي ثم التالي وإنهاء أصبح عندنا هذا التقرير الخاص برأس الفاتورة التقرير اللي هو بمثابة الواجهة اللي ممكن أن تنطبع أو تنحفظ على شكل ملف PDF لأن الطابعة بشكل مباشر ما تطبع للفورم بشكل دقيق فلابد أن نحول هذا الفورم إلى تقرير حتى نطبع الفاتورة طبعا نكليك أيمن من طريقة عرض التصميم ممكن هنا نكتب فاتورة شراء بهذه الطريقة طبعا رح ننسق الفاتورة طبعا رح نكبر من الحجم طبعا رح نكبر الرأس وطبعا هذه البواد رح نضيفها بهذه المنطقة طبعا نجي هنا إلى المعرف وطبعا رقم الفاتورة رح نضيفها بهذه المنطقة جيد طبعا اسم العميل رح نخليه بهذه المنطقة طبعا ممكن هنا المعرف نحفه ما نحتاجه بهذه المنطقة طبعا رقم الفاتورة واسم الفاتورة طبعا أيضا تاريخ الفاتورة أيضا رح يكون بهذه المنطقة جيد طبعا ممكن هذا المعرف رح نحفه والمعرف هنا بالأسفل رح ينحفه وطبعا رقم الفاتورة رح يكون بهذه المنطقة وطبعا اسم العميل رح يكون بهذه المنطقة وتاريخ الفاتورة طبعا نتأكد هذا هنا نرقم الفاتورة طبعا رأس الفاتورة هذا ما رح نحتاجه نحفه نشوف أعتقد هذا هو التاريخ جيد تاريخ الفاتورة رح نخليه بهذه المنطقة طبعا رأس الفاتورة رح نحفه ممتاز فقط عملية تنسيقية هنا رح يكون الرأس بهذه الطريقة ممتاز طبعا رح ننزل الرأس بهذه الطريقة هنا عدنا طبعا رح يكون اسم الصنف طبعا رقم الفاتورة ما رح نحتاجه اسم الصنف وبالأسفل اسم الصنف هنا عدنا السعر وبالأسفل السعر جيد هنا عدنا الكمية نحرص هنا على أن السعر يكون بهذه المنطقة وطبعا المواد تكون بهذه المنطقة هنا عدنا المبلغ الكلي فقط أنه نكبر بهذه الطريقة هنا عدنا الكمية والمبلغ الكلي جاي الآن رح نجي نحدد الصنف وطبعا من ترتيب محاذات يمين ورح نحدد الجزئين ويمين الجزئين وأيضا يمين الجزئين وأيضا يمين الآن رح نحدد الجزئين ومن محاذات رح نختار أعلى وطبعا من محاذات رح نختار أعلى ممتاز الآن رح نرفع الجزء الخاص بالتفاصيل رح نحفظ ونشاهد تفاصيل الفاتورة طبعا نكليك أيمن طريقة عرض الفاتورة ممتاز طبعا إذا نلاحظ عندنا الفاتورة الأولى اللي بيعنا بها هذا الجزء والفاتورة الثانية اللي هي كانت فقط فلاجة جمعنا بفاتورة وحدة جيد شون نفصل الفواتير طبعا نرجع هنا نكليك أيمن طريقة عرض التصميم وطبعا نجي نحدد هنا النموذج الكلي بالأعلى ونجي إلى بيانات نضغط هناك كليك طبعا أجي هناك إلى المعايير أضغط كليك أيمن ومن ثم إنشاء رح أجي هناك إلى النماذج وطبعا أجي إلى كافة النماذج وراح أختار هناك رأيس الفاتورة ومن ثم رح أضغط على رقم الفاتورة جيد طبعا أضغط على رقم الفاتورة double click وطبعا من ثم موافق وأحفظ وأخرج إغلاق جيد رح أحفظ وأغلق الآن رح أجي إلى رأس الفاتورة رح أضيف طبعا زر من خلال هنا نأكلك أيمن طريقة عرض التصميم وطبعا رح أضيف هذا الزر بهذه الطريقة وطبعا عمليات التقارير معاينة التقرير رأس الفاتورة وطبعا رح أختار هنا طباعة رح أسمي هذا الزر طباعة الفاتورة طبعا التالي وإنهاء هذا الزر رح يكون بهذه المنطقة جيد رح أحفظ وأعرض هذا الفورم مثلا نعدي هذه الفاتورة طبعا مثل ما تعلمنا هنا هذا الزر رح نخليه هنا من خلال عملية الارتساء طبعا من ترتيب ارتساء ورح نختار أعلى يسار حفظ أعتقد رح يصعد إلى الأعلى نجرب جيد الآن هذه الفاتورة أريد أعرض التقارير الخاص بها حتى أطبعها طبعا طباعة الفاتورة مثل ما نلاحظ هنا عدنا هذه فاتورة جاهزة ورح طبعا نضيف زر طباعة لاحقا رح نكبر الفاتورة جيد لا نلاحظ هنا عدنا مشكلة برقم الفاتورة اسم العميل وتاريخ الفاتورة طبعا هنا اسم الصنف والسعر والكمية والمبلغ الكلي تمام جدا طبعا رح أغلق ورح تنقل الفاتورة رقم 2 وطبعا رح أشاهد التقارير الخاص بهذه الفاتورة طبعا من طباعة الفاتورة إذا نلاحظ هنا طبعا عدنا المعلومات الخاصة بالفاتورة طبعا قدرنا ننشئ نموذج الفاتورة مع تقرير الفاتورة طبعا رح نصمم نموذج وتقرير الفاتورة بشكل أجمل إن شاء الله من خلال محاضرات القادمة نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى